السلام عليكم متابعي دراما سبورت فقرة جديدة من علمك شوف من رد فيها على الأسئلة اللي كتبتوها أسئلة تتعلق بالمنتخب وبالعودة لسوريا وكل هاي الأمور الرياضية والغير الرياضية لكن قبل محفوظ بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة تتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا على التفاصيل شوفي يا صديق العزيز رح أبدأ من سؤال الأخ بشار الخلف عنوان الفيديو تحياتي دكتور داني أنا مريف حلب متابعك من 2019 شوفي براسك كلام حابب توجهه للشعب السوري الجريح المهاجر هل سيأتي يوم ونرجع كلنا على سوريا ونعمرها وترجع سوريا مثل قبل وأجمل آخ على سؤالك أخ بشار سؤال الأخ بشار هل يا ترى رح نرجع لسوريا بيوم الأيام وهل رح ترجع سوريا مثل قبل أو لا أكيد كلنا أمل أن ترجع سوريا مثل قبل لكن شو كانت قبل هذا الشي كمان يعني محل جدال ومحل نقاش كبير جدا كلنا أمل نرجع بيوم الأيام لوطننا يعني ما بظن أي شخص محابب يرجع لبلده ولوطنه ولمكانه ولبيته لكن بالنهاية أنت إذا تأخر القطار ما لازم تركب القطار الخطأ لمجرد أنك منزعج من الانتظار لازم تستنى القطار الصحيح لحتى ترجع للبلد بالوقت الصحيح نعم البلد ليس فندق تغادره بمجرد سوء الخدمة لكن لما ما تكون في خدمة من الأساس لما ما بتشعر أنك أنت بالفعل مواطن بهذا البلد فالموضوع صعب جدا أنا هاجرت وغادرت سوريا أساسا قبل الحرب بنهاية 2007 فبالتالي أكيد مو شخص غادر بسبب الحرب لكن الناس اللي غادرت بسبب الحرب الموضوع صعب جدا عودتها صعب جدا فرح ترجع أكيد لكن أنا بشوف أنه الانتظار أفضل القطار وركب القطار الخاطئ أسوأ من أنك ترجع بتوقيت خاطئ هذا كل ما في الأمر الأخ ما بعرف شو الاسم لكن إنج يعني إنجينير يعني مهندس يا المهندس يا المهندس الله يعطيك العافية يا دكتور خيوبي رأيك شو هي الأساس الصحيحة لإعادة بناء منتخبنا بشكل أفضل وبحيث يكون على السكة الصحيحة للتطور ويواكب تطور الجوار أو بدنا ندور بحلقة فارغة إلى ما شاء الله أرجو الرد بخطة شاملة هل موضوع الخطة الشاملة يا أخي العزيز من الحسكة صعب جدا تعطي خطة شاملة لأن بتحتاج لخمسين ألف فيديو بصراحة كتبت تقريبا خمس إلى ست فقرات أخذوا معي حوالي مية وعشرين صفحة الأمر ما نسهل لتطوير الكرة السورية لكن بالمجمل إذا بنا نحكي بشكل عام أنت عم تقصد المنتخب فما فيك يعني تستبعد المنتخب من الكرة السورية من المسؤولين عن الكرة السورية يعني المنتخب إذا ما كان الدوري جيد إذا ما كانت الملاعب جيدة إذا ما كانوا المسؤولين محترفين ما فيك تعمل منتخب محترف على فكرة لازم يكون المسؤول بقدر هذا المنتخب المحترف حتى لو جبت كل اللاعبين بره الدور السوري وبره سوريا وبره الخليج وبره إذا ما كان في عندك مسؤول محترف ناس محترفة بالعمل ناس واضحة وشفافة وبتعرف كل شي وبتفهم بكل شي وبتعرف موضوع التطوير بكل طرقها فهون نعم لكن موضوع أنك هلا ناقش كيف ممكن تطور الكرة السورية فنحن عم بندور بالفعل بحلقة مفرغة تماما الموضوع مانو سهل إطلاقا الموضوع بيحتاج وبدائما بحكيها لعمل حكومة لقرار حكومي لما بيصير التوجه للرياضة لما بيصير الهم والاهتمام للرياضة هون أنا أنا فيني يعطيك أمل بالوقت الحالي أنا ما فيني يعطيك أي أمل بأنك تشوف رياضة مستقبلا بأنك تشوف منتخب سوريا مستقبلا بشكل جيد نحن فقط رح نعتمد على التفارات ممكن يجي مدربي غير نوعا ما من العقلية المشكلة نحن جبنا مدربين ما غيروننا حتى العقلية فبصراحة أنت دائما بنتيز أنت عايش على الأمل أنت كونك سوريا عايش فقط على الأمل لكن كمستقبل أنت ما عندك أي شيء واضح جدا أو مجال للتطوير لأن ما في شخص أنت عم تقصده المنتخب بس لكن أنت ما فيك تطور هذا المنتخب من دون أسوص صحيحة بشكل عام داخل سوريا لأن اللي عم بيختار هذا المنتخب واللي عم بيشكل هذا المنتخب واللي عم بيطرح فكرة هذا المنتخب هو المسؤول الموجود بمبنى اتحاد كرة في القدم بالبرامك هذا كل ما في الأمر هون الأخ ما برشو كاتب مو كاتب الاسم تمنى تكتبوا الاسم كمان دكتور داني تتوقع نادي الشعلة أن ينجح في الدوري الممتاز أخي العزيز بالنسبة لنادي الشعلة ونادي الشرطة إذا القرار تم اتخاذه والقرار اللي عم بيصير حاليا فيما يخص خمس لاعبين برا النادي أنا ما بظن بأن الشعلة والشرطة رح يبقوا بالدوري الممتاز هذا رأيي الشخصي ممكن تلاقي فيه طفرة ببقاء الناديين لكن بالمجمل هذا القرار مو لصالح الشعلة ولا لصالح الشرطة أنا كنت بتمنى القرار يكون مختلف يتعلق بأنه إجبار الأندية على التعاقد مع لاعبين بعمر أقل من 23 أو حتى أقل من 21 عام وتكون التشكيلة إجبارية أنه ينضم فيها أربع لاعبين تحت الـ 21 عامه بذلك رح تلاقي الأندية رح تركض خلف اللاعبين الشباب وممكن تلاقي الشعلة عم بينافس وحتى كل الأندية عم بتنافس لكن أهم شي إنك تخلي الأندية تختار لاعب الشباب أما بالوقت الحالي فنادي الشعلة ما فيني أتوقع فوزه بالدوري أو حتى البقاء بالدوري في ظل القرار اللي أنا بشوفه أنه لا يخدم نادي الشعلة ونادي الشرطة الصاعدين حديثا إلى الدوري السوري هون الأخ كمان مكاتب الاسم دكتور سألتك مسبقا يوسف الأمين ينتقل الدوري السعودي أفضل أم يبقى بالبوندسليغة التانية هو يعاني من عدم أعطائي فرصة ودقائق إضافية أنا بشوف دائما يعني إذا لاحظته بكل فيديوهاتي حتى مع انتقال علي جاسم إلى الدوري الإيطالي حكيت عن موضوع الوقت حكيت عن موضوع الفرصة بغض النظر عن درجة تانية وممتاز أو بأي نادي راح تلعب لازم تلعب أو تاخد وعد حتى تلعب دقائق سواء يوسف الأمين ما نلاعب صغير أو لاعب خلص ما لازم يكون عنده أي طموح نويلعب أساسي فبالتالي هاي مشكلة اللاعب السوريين أساسا يعني أنت عم بتشوفهم بالوقت الحالي الغالبية العظمة ما عندهم دقائق الغالبية العظمة بيكون لعب بديل فمشكلة مشكلة حقيقية فنفس الأمر أنا بتمنى أنه يختار النادي اللي بيعطيه وعد أو بيعطيه تعهد أنه يعطيه دقائق بالدوري سواء كان بالدوري السعودي أنا بفضل الدوري السعودي لأنك أنت راح تتواجه لعيب كبار كريم بنزيمة ورونالدو ورياض محرز وكل هاللاعبين لكن بالمجمل اختار الدوري اللي راح تلعب فيه دقائق أكتر أنتو عم بتشوفوا حالياً لونين هو حارس يعني بريال مدريد ما عم بيوقع استمرار مع ريال مدريد لأن حابب يلعب دقائق أكتر فأنت ما عم تلعب حتى بريال مدريد لذلك لازم تختار إذا عندك طموح إذا عندك إصرار إنه تكون لعب مميز تختار النادي اللي بيعطيك دقائق أكتر هذا رأيي بيوسف الأمين أو بأي لعب آخر اختاروا الأندية اللي بتعطيكم دقائق أكتر الأخ محمد دكتور عطينا حلول من وجهة نظرك في الوقت الحالي والمدى البعيد حتى نشوف منتخبنا بشكل محترم وله هوية بلك هالمسؤول ياخذوا بعين الاعتبار أخي محمد بظنة أنا جعوبت على سؤال الأخ اللي كان قبلك عن موضوع المنتخب ما فيك تشيل المنتخب من وضعية الكرة السورية من وضعية المسؤولين أنت عم تحكي عن المدى البعيد ما فين يعطيك حل على المدى البعيد فين يعطيك على المدى القريب يعني على المدى الحالي أنك تعين مدرب للمنتخب تشتغل على مشروع يكون مشروع واضح ما نومشروع فقط أنه بدنا نلعب شباب أو بدنا نلعب لا تكون المشروع واضح طريقة اللعب طريقة اللعب وهوية المنتخب نعم أنت ذكرت هوية المنتخب أو الشاب اللي قابلك هوية المنتخب موضوع أنه نعم المنتخب شاب أو منتخب بعناصر تحت المنتخب غير النادي لازم تأخذ هذا الشيء بعين الاعتبار المنتخبية أحصائيات أرقام جهوزية اللعب وخلاص وطريقة اللعب وهوية اللعب اللي راح يلعبها المنتخب فأساسا لازم تجيب مدرب يشتغل على هذا الموضوع بالذات على المدى القريب نحن ما عم نحكي عن مشروع طويل الأمد مشروع طويل الأمد مع الوضع الحالي صعب جدا تحكي عنه لان ما راح يتنفز واحد بالمية هذا كل ما في الأمر بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة اشتركوا في القناة